جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية واحدة من ثمار عديدة لتوجيهات جلالته لوزارة التربية والتعليم لاستحداث هذه الجائزة هذا التوجيه السامي يأتي تأكيدا لحرص جلالته على تشجيع المواهب والقدرات المتميزة لدى أبنائه الطلبة حقيقة مشروع جائزة الملك عبدالله الثاني لللياقة البدنية يدخل الآن في دورته السابعة على التوالي بمشاركة أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس المملكة المدارس تشمل مدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية الآن تطلع إلى تفعيل هذا المشروع أكثر بداخل المدارس بحيث أنه يشارك جميع الطلاب داخل المدرسة السنة الماضية كان هناك مشاركة ما يقارب 61% من الطلاب داخل كل مدرسة لأن تطلع إلى مشاركة أكثر من هذا النسبة وصلنا إلى 82% أو 95% من جميع طلبة مدارس المملكة الجائزة تهدف إلى تعميق الحوافز لدى الطلبة للإقبال على ممارسة الأنشطة الرياضية على اختلاف أنواعها بغية إكساب الطلبة سلوكيات صحية وأنماط حياتية تجنبهم الأمراض السارية إلى جانب النهوض بشريحة الشباب واستغلال هذه الطاقات الشابة الكبيرة لتصب في نهاية الأمر في صالحهم وتنمية قدراتهم جاءت فكرة جائزة الملك عبدالليق البدنية من جلال السيدنا حفظه الله وهي لاستثمار أوقات الفراغ التي طلبتنا ورفع لياقتهم البدنية وتغيير نمط الحياة وسلوكهم اليومي في ممارسة الرياضة كسلوك يومي دور وزارة التربية والتعليم هو التخطيط لبرنامج من بداية السنة والتنفيذ وتجهيز المدارس بأدوات جائزة في كل عام دراسي وإجراء الاختبارات بمراحلها ومتابعتها والتقييم بنهاية السنة والإشراف على حفل تكريم الطلبة الفائزين بنهاية كل عام تقريباً بالرعاية الملكية السامية مجموعة من التجارب والتحديات التي واجهها طلاب تميز بلاياقتهم البدنية ومنونة أجسادهم عمقت ثقتهم وأشاعت روح المنافسة الشريفة بينهم فعززت من قدراتهم الدراسية والحياتية لمواجهة كل التحديات المتوقعة لبرنامج دنيا يا دنيا مي السيلاوي